اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي تفصيل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت يعني هذا التفصيل والإسهاب يحقق به الداعي معنى العبودية يحقق به افتقاره إلى مغفرة الله عز وجل وأنه لا قوام له ولا نجاة له إلا محطه الله عز وجل برحمته ومغفرته وهذا السر في هذا الإطناب والتطويل الذي يخرج على المعتاد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي مبناها على الإجمال في الطلب